بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طالبات وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامج الفيزياء النهاردة هندرس مع بعض الإلكترونيات الحديثة الإلكترونيات الحديثة أصلها هو الإلكترون وهو العلم الذي يبنى على سلوك الإلكترون وأصبحت الإلكترونيات لها مجالات واسعة في حياتنا تستخدم في الطب في الاتصالات حتى في التطبيقات العسكرية وفي الصناعة تعالوا أبناء الأعزاء نبدأ الفصل الثامن الإلكترونيات الحديثة الإلكترونيات الحديثة أصبحت الإلكترونيات والاتصالات جزء لا يتجزأ من حياتنا وأصبحت هي السمة المميزة لهذا العصر فالتلفزيون والتلفون المحمول والكمبيوتر والأخمار الصناعية وغيرها من النظم شاهدا على التقدم الهائل في استخدامات الإلكترونيات والاتصالات سواء في نقل المعلومات أو الترفيه أو الثقافة أصبحت أنصراً أساسياً في الحرب الحديثة من حيث التوجيه والاستطلاع والرصد والتشويش والخداع تستخدم أيضاً في مجال الطب في التشخيص المتابعة والعمليات الجراحية فالالكترونيات تلعب دوراً حيوياً في مجال الحياة بدءاً من الألعاب الإلكترونية إلى الحرب الإلكترونية فلابد من تحصيل قدر من المعلومات عن الإلكترونيات مهما كانت تخصص مستقبلاً أصل كلمة إلكترونيات هو الإلكترون وهو العلم الذي يبنى على سلوك الإلكترون ما هي الحالة التي يوجد عليها الإلكترون هناك حالتان للإلكترون قد يكون الإلكترون حر زي ما بنشوف في التلفزيون أم بوبة التلفزيون وده بيخضع للفيزياء الكلاسيكية إلكترون مقيد والتقيد هنا داخل الزرة يعني الإلكترون اللي جوه الزرة بعتبره مقيد أو جزي أو جسيم المادة يخضع للفيزياء الكمية الكوانتوم فيزيكس حالات المادة إحنا عارفين منها صورة غازية سائلة صلبة وأيضاً يوجد حالة رابعة هي حالة البلازمة في صورة غازات متأينة يعني الغاز في صورة أينات بنسميها حالة البلازمة زي ما شفنا في مصباح الفلورسينت أو أينات الغازات اللي حوالين الشمس دي بنسميها حالة البلازمة الذي يميز هذه الحالات هو المسافات بين الجزيئات الفرق بين الصلبة والسائلة والغازية والبلازمة المسافات البينية المسافات بين الجزيئات في الحالة الجامدة بنجد إنه تتقارب الجزيئات أو الزرات بفعل قوة التجازب اللي موجودة بين الجزيئات بس إلى حد معين ولا تستطيع أن تتقارب عن حد معين بسبب قوة التنافر المسافة بين الزرات تمثل نقطة الاتزان بين قوة التجازب وقوة التنافر بين الزرات مع بعضها البعض لما بنسخن يعني بفعل الحرارة اللي بيحصل تتزبزب الزرات حول مواضع اتزانها بحيث يفصل بينها فراغات صغيرة جدا لطرى بالعين المجرادة طب ليه المسافات البينية أصغر بكثير من لمضة لمضة الطول الموجي لفتونات الضوء المرئي الذي تراه العين في الحالة السائلة المسافات بين الجزيئات متوسطة في الغازية المسافات كبيرة جدا أنواع المواد الصلبة من حيث التوصيلية الكهربية يعني هتوصل الكهربية بدرجة قد ايه عندنا ثلاث أنواع النوع الأول صلبة دي بتوصل الكهربية والحرارة زي المعادن العوازل إنسوليتورز لا توصل الكهربية والحرارة زي الخشب والبلاستيك دي بنسميها عوازل أشباه المواصلات وده شغلنا الشاغل في فصلنا مرحلة متوسطة بين المواصلات والعوازل يعني متوسطة التوصيل وتزداد التوصلية لها برفع درجة الحرارة لما بزود درجة الحرارة تصبح أكثر توصيلا زي عناصر المجموعة الرابعة السيليكون والجرمانيوم ونلاحظ هنا إنه عكس المعادن المعادن لما بسخنها عكس لما بنرفع درجة حرارتها اللي بيحصل للمعادن من حيث التوصيل المقاومة بتقل تعالوا نشوف عناصر المجموعة الرابعة وعلى سبيل المثال هناخد التركيب الإلكتروني لزارة السيليكون السيليكون تركيبه الإلكتروني 284 مستوى الطاقة الخارجي أربع إلكترونات ولذلك نعتبره رباعي التكافؤ رمزه SI عدو الزري 14 التركيب الإلكتروني أو التوزيع الإلكتروني لمستوى الأول K2 الثاني 8 الرابع 4 ولذلك تحتوي القشرة الخارجية على كم إلكترون مستوى الطاقة الخارجي أربع إلكترونات يعني إيه بلورة البلورة ترتيب هندسي منتظم للزرات وهي في الحالة الجامدة هناخد على سبيل المثال باللورة السيليكون النقي قلنا زرة السيليكون تحتوي على أربع إلكترونات في القشرة الخارجية مستوى الطاقة الخارجي يبقى المستوى الخارجي فيه أربع إلكترون اللي هيحصل سوف تتحت كل زرة سيليكون مع أربع زرات سيليكون مجاورة بأربع روابط تساومي وبذلك تحتوي القشرة الخارجية لكل زرة على كم إلكترون هيبقى تمن إلكترونات بأسلوب المساهمة أو المشاركة أو التشارك لو قلنا سؤال يوجد نوعان من الإلكترونات للسيليكون وضح ذلك احنا قلنا عندنا كم نوع من إلكترونات في السيليكون نوعين ايه هما إلكترونات المستويات الداخلية وهي مرتبطة بشدة بالنواة وريبة من النواة قوة الجذب كبيرة إلكترونات القشرة الخارجية وهي إلكترونات التكافؤ ودي لها حرية أكبر في الحركة خلال المسافات بين الجزائقات السيليكون سوف تتحت كل زرة سيليكون مع أربع زرات سيليكون مجاورة بأربع روابط تساهمية وتصبح هنا قلب اللورة عازلة تماما وده بيبقى في درجات حرارة منخفضة قريبة من سفر كيلفن إيه اللي هيحصل هنا ده السيليكون رباعي التكافؤ اللي هو القلب فيه أربعة إلكترون في مستوى الطاقة الخارجي لكل زر تتحت كل زرات سيليكون مع أربع زرات سيليكون مجاورة بأربع روابط تساهمية دي باللورة ناقية في درجة حرارة منخفضة قريبة من سفر كيلفن يبقى في درجات الحرارة منخفضة جميع الروابط مشغولة سليمة يعني يعني ما فيش كسر في الروابط يعني لا يوجد إلكترونات حرة طيب تعالوا نسخم بقى ونشوف إيه اللي هيحصل للبلورة بارتفاع درجة الحرارة بيحصل كسر في بعض الروابط يعني إيه كسر ينفصل إلكترون فتنطلق إلكترونات ويصبح بعضها حر ويترك مكانه حاجة اسمها فجوة مجابة فجوة في الروابط المكسورة دي تمثل شحنة مجابة أنا سميها فجوة مجابة يبقى الرابطة لفخدة إلكترون بتترك فجوة مجابة لا تسمى الزرة التي كسرت أحد روابطها أيون ليه لأن الفجوة تقتنس إلكترون آخر من رابطها مجاورة يعني الكسر اللي حصل في أحد الروابط بتلتقط تقتنس إلكترون من رابطها مجاورة أو من الإلكترونات الحرة ويظهر فجوة جديدة أخرى يعني نستطيع أن نقول أن الفجوات تتحرك بتلاقة في البلورة تعالوا نسخن أكتر عند ارتفاع درجة الحرارة سوف يزداد عدد الإلكترونات الحرة وبالتالي يزداد عدد الفجوات وتكون هنا البلورة متعدلة كهربيا يعني إيه متعدلة عدد الإلكترونات الحرة يساوي عدد الفجوات أو تركيز الإلكترونات يساوي تركيز الفجوات لأن كل إلكترون يترك فجوة في حالة السيليكون الناقي إيه اللي بيحصل سوف تتحد كل زرة مع زرة مجورة إحنا قلنا تكافؤ رباعي يعني كل زرة تحتوي على أربع إلكترونات في غلاف التكافؤ أو مستوى الطاقة الخارجي هنا بيبقى فيه ربطة بين زرة سيليكون وزرة سيليكون أخرى لما بنرفع درجة الحرارة وبيحصل كسر في الربطة هينطلق إلكترون يبقى لما بدي طاقة يحصل كسر وبالتالي ينطلق إلكترون ويتكون مكانه فجوة مجابة هنا بيحصل كسر للرابطة وده بيحتاج طاقة قد تكون طاقة حرارية أو طاقة ضوئية يعني عند الكسر يلزم طاقة حرارية أو طاقة ضوئية يبقى قلنا عند درجات حرارة معينة تصل البلورة إلى حالة تسمى حالة الاتزان الديناميكي أو حالة الاتزان الحراري وهنا لا تنكسر إلا نسبة ضئيلة من الروابط ويتساوى عدد الروابط المكسورة في الثانية مع عدد الروابط التي يتم تكوينها أو التئامها في الثانية وبالتالي يبقى في النهاية هناك عدد ثابت من الإلكترونات الحرة والفجوات لكل درجة حرارة كل درجة حرارة بيكون عدد الإلكترونات المتحررة هي سوى عاد الفجوات الناتجة بالإضافة إلى نوعي الإلكترونات مقيدة وحرة يوجد نوع ثالث من الإلكترونات يبقى إحنا عندنا ثلاث أنواع من إلكترونات السيليكون الحالة الثالثة هي الإلكترونات التي تتحرك في حيز أكبر هو البلورة وهي مقيدة أيضاً ويحدها سطح البلورة عشان نكسر الروابط بنحتاج إلى أدنى حد من الطاقة على صورة حرارة أو دوق يبقى الكسر بيحتاج طاقة أما عند الالتقام تنطلق الطاقة على شكل طاقة حرارية أو طاقة ضوئية الإلكترونات والفجوات تتحرك حركة عشوائية الإلكترونات تتجه للرابطة التي تملأ الفجوات اللي هي الفراغات التي تنشأ عن كسر الروابط الفجوات الموجبة يبقى زي ما احنا شايفين عند انطلق إلكترون يتكون فجوة موجبة وعند درجة حرارة معينة يظل عدد الإلكترونات الحرة والفجوات الحرة شابتاً لكل درجة حرارة هنا تتحرك الفجوات عشوائياً بين الروابط وبالتالي الإلكترونات أو الفجوات ممكن أن تمتلق الفجوات عن طريق إلكترون من أي رابطة أو من الخارج هنا هنشوف أن الطاقة تؤدي إلى انفصال إلكترون يعني هنا باخد هيت حرارة يعني لما بعمل تسخين للبلورة الحرارة بتعمل إيه بتكسر رابطة وبالتالي ينفصل إلكترون ويظهر مكان الإلكترون فجوة موجبة شوفنا أبناء العزاء في بلورة السيليكون النقية عند كسر الرابطة نحتاج إلى حرارة أو ضوء وعند التقام الرابطة يعني الإلكترون يملى الفجوة ينطلق حرارة وضوء وبلورة السيليكون النقية نقدر نقول أن N يساوي P N تركيز الإلكترونات بي تركيز الفجوات طيب اتكلمنا عن البلورة النقية طيب تعالوا نشوف لو إحنا عملنا لها عملية تطعيم يعني إيه تطعيم؟ يعني هنشيل زرة سيليكون ونحط مكانها أحد عناصر المجموعات الأخرى زي المجموعة الخامسة والمجموعة الثالثة التطعيم إضافة الشوائب زي ما قلت هنطعم يعني هحط زرات عناصر مجموعة ثالثة أو مجموعة خامسة واستبدلها بزرات سيليكون يعني التطعيم هو إضافة الشوائب إضافة كمية قليلة من زرات مادة أخرى إلى بلورة شبه الموصل النقية بهدف إيه؟ أزود عدد الإلكترونيات الحرة أو الفجوات والمادة المضافة هنا بنسميها شائبة بس هنأخذ يا إما أحد عناصر المجموعة الثالثة أو أحد عناصر المجموعة الخامسة وكده تصبح باللورة شبه موصل غير ناقي يبقى تعالى نعرف أشبه الموصلات غير النقية باللورة شبه موصل عملت فيها إيه؟ تمام؟ طعمت بزرات من مادة شائبة أخرى أشبه الموصلات غير النقية بنقسمها إلى نوعين النوع الأول البلورة إن طايب من النوع إن إيه البلورة من النوع إن؟ الجزئية إن ديها بلورة سيليكون عملت فيها إيه؟ طعمت بشوائب من عنصر خماس التكافؤ عناصر المجموعة الخامس زي الأنتيمون SB أو الفوسفور B خد بالك لما بقول أحد عناصر المجموعة الخامسة يبقى خماسية التكافؤ يعني خماسية التكافؤ تحتوي على خمس إلكترونات في غلاف التكافؤ مستوى الطاقة أو القشرة الخارجية طيب يعني حشنا زرة سيليكون وحطينا مكانها زرة SB أنتيمون إيه لا يحصل؟ سوف تتحت كل زرة سي الأنتيمون مع أربع زرات سيليكون مجاورة بكم رابطة؟ بأربع روابط تساهمية طيب ما إحنا قلنا الأنتيمون ده خماسي يبقى إلكترون حر طليق يتحرك بطلاقة في البلورة وتصبح البلورة موصلة من النوع إن من النوع السالب ليه من النوع السالب؟ لأن الشحنات السائدة هنا إلكترونات زي ما هنشوف دلوقتي إيه لا هيحصل؟ زرة الفوسفور تقوم بنفس الدورة الذي كانت تقوم به زرة السيليكون اللي إحنا شلناها من حيث الروابط مع الجيران كنظام البلورة سوف تشترك كل زرة فوسفور مع أربع زرات سيليكون مجاورة بأربع روابط تساهمية ويبقى الإلكترون الخامس حر طليق يتحرك بطلاقة في البلورة خارج هذه الروابط ويكون ارتباطه بالبلورة ضعيف إذا توفر للإلكترون طاقة هيعمل إيه؟ يصبح حر وتصبح الزرة الشائبة أيونا مجبا اللي هو الفوسفور ينضم الإلكترون الحر إلى رصيد البلورة من الإلكترونات الحرة أي أن البلورة أصبح لها مصدر آخر للإلكترونات الحرة وهو زرات الأنتيمون أو الفوسفور أو الشوائب تسمى الزرة الشائبة بالزرة دونر دونر يعني معطية تعطي إلكترونات يحدث اتزان حراري متى؟ عندما يكون الشحنات المجابة هيساوها عدل الشحنات السالبة اتزان مجموع الشحنات المجابة يساوي مجموع الشحنات السالبة تركيز أيونات الشوائب المعطية N D N دونر معطية زائد تركيز الفجوات المجابة B ده بيساوي تركيز الإلكترونات N يبقى البلورة من النوع السالب يفتكر كويس قوي إن N بتساوي B زائد N D N D تركيز الأنتيمون أو الفوسفور B تركيز الفجوات N نوعين من الإلكترونات هو تركيز الإلكترونات بس أنا عندي هنا نوعين من الإلكترونات إلكترونات نتيجة لرفع درجة الحرارة وإلكترونات من الفوسفور أو الأنتيمون N تركيز الإلكترونات الحرة وإحنا قلنا N D نوعين من الإلكترونات الحرة يبقى N بيساوي B زائد N D تركيز الإلكترونات يساوي B تركيز الفجوات زائد N D تركيز أيونات الأنتيمون لاحظ إن في البلورة N N طيب النوع N N أكبر من P ممكن تعرفها كده البلورة من النوع N N أكبر من P يعني تركيز الإلكترونات أكبر من تركيز الفجوات وهذا هو النوع N أو النوع السالب دي بلورة سيليكوم بانطعامها بأحد عناصر المجموعة الخامسة تعتبر N طيب باللورة من النوع السالب هنا بيحدث إن الزرة بتطعم في بلورة سيليكوم وبالتالي ينفصل إلكترون وتصبح البلورة من النوع N يعني N طيب ناخد النوع الثاني من أجبال موصلات غير النقية N خدنا N طيب هناخد B طيب البلورة من النوع P إيه هي؟ بلورة سيليكوم طعمت بشوائب من عنصر سلاسي التكافؤ يعني عناصر المجموعة الثالثة زي الألمونيوم أو البورن طبعاً أنت عارف يعني إيه سلاسي التكافؤ أكيد يحتوي على سلاسي إلكترونات في غلاف التكافؤ يبقى عندنا زي البورن والألمونيوم كده عندنا بلورة سيليكوم طعمت بالبورن البيل في النص ده قلنا البورن ده سلاسي التكافؤ إيه اللي هيحصل؟ سوف تتحت كل زرة بورن مع أربع زرات سيليكوم مجاورة بسلاس روابط فقط ويبقى رابطها خالية من الإلكترون هنسميها إيه؟ برافو عليك فجوة مجاب هنا يبقى فجوة مجابة تنشأ عن وجود زرة بورن في بلورة السيليكوم قلنا البورن من عناصر المجموعة الثالثة ده هيحل محل زرة سيليكوم تقوم الشائبة البورن يعني بنفس الدورة الذي تقوم به زرة السيليكوم من تكوين روابط مع الزرات المجاورة تكتسب زرة الشائبة إلكترون من أحد روابط السيليكوم ليصبح عدد هربعة بيظهر فجوة في رابطة السيليكوم تضيف زرة الشوائب فجوات غير الفجوات التي تنشأ بفعل درجة الحرارة يعني هنا تركيز الفجوات نوعين فجوات تنشأ نتيجة رفع درجة الحرارة وفجوات جاية من مين؟ من زرة البرون أو الألمونيوم إذا كان N A هو تركيز أيونات الشوائب المستقبلة البورون فإن الاتزان الحراري يتطلب إيه؟ أن يكون مجموعة الشحنات المجابة بيساوي مجموعة الشحنات السالبة B بيساوي N A زائد N سمول بي تركيز الفجوات وده نوعين من الفجوات زي ما اتفعنا N إكسيبتور دي الزرة المستقبلة زائد N تركيز الإلكترونات يبقى الفجوات المجابة هنا هي مجموعة الشحنات المجابة ده بيساوي مجموعة نوعين من الشحنات السالبة N إكسيبتور N A زائد تركيز الإلكترونات N N A تركيز آيونات الشوائب المستقبلة الزرة اللي هي البورون الشائبة تسمى زرة مستقبلة يعني بي أكبر من N في هذه الحالة وفي جميع الأحوال نقدر نقول إن حصل ضرب N في B بيساوي N A تربيع N A تركيز الإلكترونات أو الفجوات فين؟ في البلورة النقية في حالة السيليكون النقي قبل التطعيم يعني إذا زادت N تنقص B وبالعكس ده بسميه قانون فعل الكتلة يبقى قانون فعل الكتلة N A تربيع بيساوي حصل ضرب N في B طيب إذا بنطبق قانون فعل الكتلة في حالة البلورة N طيب من النوع السالب هنا N تركيز الإلكترونات بيساوي تركيز الفوسفور أو الأنتيمون N D طيب لو إحنا عايزين نحسب تركيز الإلكترونات N هو نفسه تركيز الآيونات المعطية اللي هو زرات الأنتيمون أو الفوسفور اللي نحسب بي تركيز الفجوات ما نطبق في قانون فعل الكتلة يبقى بي بيساوي N A تربيع على N دونر N D الزرة المعطية في حالة البي طيب اللورة من النوع الموجب البي هيساوي N إكسابتور اللي هو تركيز آيونات البورون أو الألمونيوم طيب لو قال لي إحسب تركيز الإلكترونات N هتطبق في قانون فعل الكتلة N بيساوي N A تربيع على N إكسابتور N A يبقى في البلورة من النوع الموجب بنطعم السيليكون بأنتيمون أو فوسفور وبالتالي تصبح هذه البلورة من النوع B تعالوا نشوف مسألة على قانون فعل الكتلة البلورة من السيليكون النقي تركيز الإلكترونات أو الفجوات بها واحد في عشرة قس 9 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب وضيفة إليه أنتيمون بالتركيز عشرة قس 11 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب إيبقى احنا عندنا تركيز الإلكترونات أو الفجوات واحد في عشرة قس 9 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب وعندنا تركيز الأنتيمون 10 قص 11 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب احسب تركيز الإلكترونات والفجوات يبقى احنا هنا عايزين نحسب N و P طب احنا قلنا N بتسوي ايه في القانون في حالة البلورة من النوع N N احنا عندنا هنا في البيانات بتاعتنا N I 1 في 10 قص 9 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب في حالة البلورة من النوع N قلنا هنا N تسوي NG يبقى انت حسب تركيز الإلكترونات N وهو تركيز أيونات الفوسفور أو الأنتيمون وده مدهولك في المسألة 10 قص 11 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب طبعا يستحسب تركيز الفجوات B نعوض في قانون فعل الكتلة ان اي تربيع مدهالك وانت عندك NG جبنا به تركيز الفجوات 1 في 10 قص 9 تربيع على N دونر N D تركيز الشائبة 1 في 10 قص 11 هيطلع تركيز الفجوات 1 في 10 قص 7 إلكترون لكل سنتيمتر مكعب شوفنا يا ابناء الأعزاء أن السيليكون نوعين أو أجباه المواصلات نوعين نقية وغير نقية وأجباه المواصلات غير نقية نوعين N تايب باللورة من النوع N جزئية N و P تايب باللورة من النوع الموجب يا ترى لو التسق باللورتين N تايب و P تايب هنحصل على إيه وده إن شاء الله اللي هنشوفه في الحلقة القادمة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته